خير يا باشا نحن مكتبة مسترمة اللي بنترب لو وراء وراء كتب انت صاحب المكتبة؟ لا سعتنا بصاحب المكتبة اخويا كبير اللي قاعد عالمكتب ده طب هيجي معانا عشان هنعمل له محضر شوف شغلك يا باشا يلا يا زيامي هاتوه يلا يا عم اخلق يا عم يلا ربنا نفك ده ساعة وطفرق ها منش عايز تسيب ورقتين صف الله لازم يا رب مرمالي 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 بيع القوة والإخلاص لمتابة الإخلاص للخدمات التعليمية محاضرات تكاشر ولا درس مراجعات نائية مكتبة الإخلاص نزل شغل يا سعيد محاضرات مكتبة الإخلاص ولا درس مكتبة الإخلاص شيئتي واعرابيتي اللي انت عايزه من دلوقتي مشهول جرارك ايه؟ قصلك انا عندي عيال وعايز اوص على نفسي يا عم عيالك عيالي نعملية دور باس والمكتبة تشتغل شعرين ثلاثة وأركبك أحلى عربية وأجدلك شقة في أحلى برج فيك يا بني السرايان نطلطي شقة والعربية والأحزنون وآخر المطاف عايش في شقة دور أرضي في بيت قايل للسقوط وساعة الجد أنا اللي بالبسها راح روس رنت رنت الجد ايه خصيفت يا عبان يلا موت يا اهلا يا اهلا بالعسلاية انت العسلاية يا طاند طاند؟ انت الوحيدة اللي بتوليني يا طاند طالع من بوقت زي الصفة طب بعد قسمك انا عايز اخصي العربية موكين؟ آه عيني بس عايزة ايه تطويقه سريعه ولا بره وجوه وكويتش ومطور آم جوه وبره وكله عيني عيني ممكن سؤال ثاني؟ ورقة اسئلة ليه كنتي بالزيت؟ آم ما شفتيش وليد وليد؟ لأ ما تخيلتش بيه النبي طيب ماشي خلاص مش هواسيكي بقى العربية اتي تواصيني على عربيتك؟ من هنا ورايح تنتك صباح مديري بأعمالك عربية ملازم وليد كل اللي انت عايزيه قبب انا خليكي ليه امر امر ام النوم وسنينه بتي امر كل دا نوم حنفضل نايمين طول النهار قومي يا صباح ما تسيبيني شوية نام في التكيف تكيف؟ هو ينوم يا حومة يا عمي الشعر ما ينفعش كده ما يشاديني سحيته هو نعم خدي العربية روحي طوقيها واخسليها في البنزينة غسلة حلوة وتوسي به يلا ورجعت خمدي زي ما انت عايزة بسرعة شوية شهالي لا انسيني بقى شوية لسه هغير واخدوش ايه دي ده ايه الاملة دي صباح الخريص صباح 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 الفل عليك صباح الفل عليك بقولك ايه استاذة ابتسام سألت عليك ولسه دخل الجامعة حالا ماشي انا هدخل لها حالا انا بتو كنيسة تستاه تسلا خلي السلام عليكم سلام وراحوا طلبك صباحك زي العسل صباحك فل عبيبي تقلي الحب كده الحب كده الحب كده وصال ودلال وصال 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 ودلال ورضا وخصام أه سعيد يا صامت. ايه يا صامت بخير يا حوالي مكتبة. اصحيك ايه بس? ده انا اصح الساعة الستة وكنت في سبعين ومه. يا عمي شل المحاضرة بتاعنا على الارض. طبقنا عندي المحاضرة بدي. شل الكارتون عمل على الجهاز يا محروص. اه اه انا بقيت وكنت بقول كده. اعمل ايه ما انا لازم اعمل كل حاجة بنفسي. اكتب المحاضرة ورجحها واقبحها وبعدنا بحها لعيننا بقى ربنا ادينا الصحة يا ربي يا حبيبي بس انت نزلت على لحم باطنك مخلص مش ناسي حاجة تقولها لي ودي حاجة ناسي برضو زي النهاردة من عشر سنين عيني جاد في عينيك وقلت يا ربي وبهو ده نص الحل ان شاء الله يخليك ليه طول عمرك كسفني كده ما بتنساش حاجة أبدا بسالة طيب بالحق هنا سيبلك في الكومودينو حاجة ده هابيلا هل يتنقض بي يا بنتخل عبالما يا ربي ما ينحطونا بسلميلي عليهم بقى خير يا محروس لا خير الحمد لله فيش حاجة من اللي هو في كده ايه لا يعني مستني المهندس اللي هيجي يصلح المكنة بس المهندس راح للمغزة راحوا على الناس باولي باولي هجان عمل معك ايه ولا حاجة قال لي النط من العربية اه من عالي ما وفرحه في الجاي برضو قاعد ياخد مني فلوس تقلع لانت فتا براح النغزة باول ده مش عايز حاجة من مخزن لا شكرا بسلام عليكم مخلص انت سايبني على السماعة كل ده هو فيه حاجة ولا ايه اه ده محروس اخويا جاي بادري بقى وقاعد يحكي في المحكي الصبح يا ما ده مقشر كده بقى اروعفش اتعمل معاه بقى شوية هيجي مهم ما تنسيش تروح لبنت خالتك ها بسلميلي عليهم حاضر يا حبيبي مش هانسي الهدية في ايدي هي لا اله الا الله محمد رسول الله يلا مع السلامة ايه يا درامالي نعم يا رئيس شغلني يا ابني البصر الحصري لمحاضرات الشريعة الفراء الترفة انا امتحنا ناد الميع الترفة عمل الشريعة الاسلامية الترفت الحصر حمد زيما يا رايس انا لاتكلمتك مبراح في الموبايل اه 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 سهلا فرجنا كده الشوف فرج يا سيدي وشوف اه ايه ده ادوات بكتبين يا ماشي يا عام 50 جنيه ماشي يا عام 50 جنيه ايه يا عباليه ده حاجات انتيكة معتبرة يعم بصي خويس هلو انتيكة ولا دي عام اقولك ايه بديك 100 جنيه ماشي الكلام ماشي يا عام سمعنا بقى الله يباريك لك الله يباريك لك اقولك ايه هتكون الاسبوع ان شاء الله هجيب لك شوية زي دول ماشي بس مغالك ايه بقى؟ الحاجات دي ملايش عوزة في المنطقة دي يعني تباح اي حتة تانية ها؟ لا ما تقلقش انا هباعها في عين شمس ماشي ماشي خل الشمسة دي انت بقى تسلح يلا عليس اطلح السلام يا عبد اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا هالي السامر اهلا نجيكم اهلا بقيني يا المعمر بصراحة انا وصمر مراطي شوفنا البرنامو بفتح حضرتك قلت كلام حلو قوي خلى الامل رجع لنا بصراحة والله يا موساهل ان شاء الله انا بس كان في حاجة القلم انها بالنسبة يعني للحقن المجهاري عايز اعرف يعني حلال والله حرام لا انا عايز اطمنكم من ناحية الحلال والحرام احنا هنا في العيادة مبنشتغلش غير باستشارة متخصصة من دار الافتة طيب اشرحلنا بقى يا دكتورة عشان يفتهم طيب علشان افهمكم الموضوع بكل بساطة الحقن المجهاري ده عبارة عن تلقيح صناعي ازاي؟ بناخد حيوان منوي من الاب مع بويضة من الام بيتم تلقيح الحيوان المنوي مع البويضة خارج رحم الام بعد ما بتتم عملية التلقيح بنجاح بنرجع البويضة نلقها لداخل رحم الام مرة تانية بتقعد اصبوع الام تاخد مثبتات حمل مع شوية ادوية بعد مرور اصبوع بالضبط الام بتعمل اختبار حمل ولو النتيجة ايجابية يبقى الحمل حصل ان شاء الله ان شاء الله وعايزة اطمنكم انا العيادة عندي هنا ما بتعملش غير حالة واحدة بس في اليوم علشان نمنع اي خوف من اختلاط الحيوانات المنوية او البويضات انا سمعت انه ممكن يبقى توقى طب يا ريت ده طوبة مصلحة مهمية ان شاء الله كل خير فعلا حدوث التوأمة نسبته عالية جدا في الحقن المجهري لكن احنا مش هنقاطع هناخد الموضوع خطوة بعد خطوة اه لا طبعا كل حاجة بإذن الله ان شاء الله كل خير عموما انا جاهز وتحت امر في طلب اوبا طيب علشان نبدأ الام بتبتدي تعمل شوية فحوصات وبتاخد شوية ادوية علشان نجهز الجسم لسحب البولدات جاهزة؟ جاهزة بسم الله ما شاء الله كلمة الام طالع من بوكزة العسر صحة سمر؟ اه او يا مغرس ان شاء الله تبقى احلى اب وام بس افتكروني وادعولي احنا هندعيلك ده احنا هنعملك مقار موالله ان شاء الله دلوقتي اكتبلك على الفحوصات اللي هتعمليها والادوية اللي هتغذيها ادونا يا سلاح لصلاح يا رب يا مغرس انا متفاعد بالدكتور مني ان شاء الله اهو اهو اه دي يا سيدي الكتاب اللي انت عايزه الكتاب ده عمل واحد دكتور كان عندنا هنا في الجامعة بس ساتر اعارة وانت عايزه عشان ايه؟ هصوره عن بيشور اخبارك اندي عم صالحة اهو الحمد لله هنقول ايه؟ بس تصدق انا نفسي مسدودة ليه بس فن الشار زهقان من كل حاجة من البيت ومن الشغل ومن الدنيا كلها ساعتين يا راب خير الزمن لما بيجري بيخلي الحياة كده مختصرة مختزلة بتبقى عاملة سي الملزمة بتاعت الاسئلة والاجابات العاجات اللي انت بتشتغل فيها دي للأسف المعرفة بقتت تظهر بقت على قد الطلب والامتحان في المبنى القديم بتاع المكتبة كان زمان فيه انشطة ثقافية انشطة فنية الحياة فيها زخم فيها مزاق فيها ريحة حلوة كده انا مش عارف دلوقتي الطلبة ايه اهتماماتهم عاوزين ايه بيفكروا فيها انا مش عارف الطلبة الوقت عايزة تنجح بأي طريقة تنجح وخلاص فاكر يا مخلص لما كنت تيجي وتاخد كتاب لعباس محمود العقادة وتقرأ 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 بالساعات وتنسى نفسك فاكر وده ايام تتنسى ده كانت احلى ايام الواحد كان زي ما يكون عطشان اراية ده انا كنت بقى يبقى فرحان وفخور لما شوفك انت وزميلك مليين القاعة دي مهتمين وبتقرأ واليا سلام مصر لسه بخير لسه فيه امل مدام فيه طلبة بيجوا المكتبة دي عشان يقروا كتب مش مقررة عليهم ولا مطلوب منهم انهم يقروا ناو بنا نعمل ايه بقى النت النت لخص المتلخص نت ايه عم نت ايه اللي قالك الكلام ده غلطان ده انا عندي الولاد فاتحين النت ده عم ملعة لبطال على كلام فاضي ده زمان في الجامعة كان فيه انشطة ثقافية وادبية كان بيعملوا ندوات كان بيعملوا مصرحيات ندوات شعر كانوا بيعزموا الادباء والمفكرين والشعراء حوار يستفيدوا منه وهم الكوار يفيدوا الاجيال الجديدة انشطة دلوقتي الطالبة مهتمين بايه ولا عاوزين ايه انا مش هارف حاجة خالص مهتمين بأغاني المهرجانات احنا لسه وقفين في نفس المكان اللي سابونا فيه عمالقة الفكر ما طلعناش ضربا واقولك احنا نزلنا درجات نزلنا لما خلاص حنقع على فدور قابتنا وحيسبقونا اللي كانوا بعدنا بمراحل معاك حق هو فيه حاجة غلط بس اللي اسف كلنا مشتركين فيها المكتبة دي هتبقى مكتبة رقمية والكتب دي هيتعمل لها لينك اي واحد قاعد في بيته ومبسوط 24 قراط حياخد الكتاب اللي هو عايزه انا عرفت انت بداء ليه ليه؟ عشان ما حاجش هيجيلك المكتبة تاني بسهو ده تطور يعني اللي حالا نقوله بتطور وحنا نقف محلك سر لازم نتطور بره يا سيدي ده مش تطور ده تعور ازاي؟ العلاقة بينك وبين الكتاب علاقة حسية يحس بيك وتحس بيك تحس ان الكتاب ده له قلب وروح زينا كده انا مش هارف انا بخرف ولا جبرتي في السن والله واعلم بس انا نفسي اشوف اي واحد فتح اللابتوب وبيقرف موضوع بجمد عمالقة الفكر والادب في البلد دي كانوا بيقروا على لمبة الجاز وتحت عمود النور تفتكر في الاجيال الجديدة هيطلع لنا تاني عباس محمود العقاد طه حسين نجيب محفوظ طلعت حرب؟ انا اعتقد الناس دي لو موجودة في الزمن بتاعنا ده ما كانش تعلمهم من اساس والعلمة برضو اهليهم كلهم كان فقرة يعني مش كالناس اجنية ولا مدينهم حاجات جامعة خاصة ولا حاجة سوفت بقى التعليم هي دي القضية الاساسية التعليم ثم التعليم ثم التعليم التعليم في البلد دي لازم بيبقى بالمجان وبالقوة الادبارية مفيش حد مش هتعلم كل الناس لازم تتعليم انا معاك موافقة في كل الكلام اللي انت بتوله يا ريت المصريين كلهم يتعلموا يا ريت التعليم يبقى بالامر وبإجباري تخيل انت لو متسعين مليون طلع نص مليون واحد متعلمين كويس ما التعلمين مزبوط اقسم بالله مصر لديتوا برقم واحد على مستوى العالم بس للأسف التعليم بقى بزنس فلوس مدرس الخاصة والجامعات المفتوحة خدت الشهادة بفلوس معاك؟ معاك عم صالحة ها؟ معاك؟ لا يا عم ما معيش ما ربنا يرزقنا يا عمنا وينك؟ عم الله يفتح عليك عايز حاجات متحرم شوني نشوفك خلاص خلي على الله خلنا على اللينكات بقى اللينكات؟ الله يرضى عليك ربنا لديكم موتا طبعا خلينا يا معاك اهلا اهلا سااست الستان اهلا اهلا تجيليل مكتب أعاد عيد طبعين للمون وعتين فحل بك بس على مهلك ها؟ أناي يا معلم والله معلم فتا عايزة أخذ روايك في حاجة كم نوري أنا اتخنقت يا معلم من شغلة البارك دي ومادة إيد وصرقة عربية وكسرة فانوس هم ما يتلمى ما انت فانك عنديك حق الله سبحانك ودي شغلانة برضو الشغلانة دي مش من مقيم ماهو ده الموضوع اللي أنا عوزك فيه بقى ها؟ الدكان الزغار اللي بيت أبو يا الله رحمه كان معجره الرافعة رفعة التارزي ما انت عارفه آآ آآ عارفها الدكارة دي في مال عايزة أخدهم العيال اللي ورصة هدول ما عرف لهم طريق؟ أنا عرفت لهم طريق عايزين خمسين ألف وخلصوا واخرقوا خمسين بس؟ آآ ما هما مش بالمنطقة بقى مش عارفين الأسعار وصلت لإيه هتفعلهم الخمسين ألف بسرعة صباح وكتبينهم تنازل لو أنا مش محوشة غير خمسة وعشرين ألف بس عن نص المجرح بس كده؟ عناي بكرة الصبح هيكون عندي خمسة وعشرين إن شاء الله تسلم يا معلم وأنا أول ملم نفسي حسدي لك المبلغ على طريق أنا مش عارفة ودي جمالك فين يا معلم أنا عارف توديها فين يا صباح بس بعدين بعد ما نخلص من موضوع المحل الليمونيا معلم مفضالي مفضالي صباح اشرب على مال على أقل منها على مال إن شاء الله تسلم يا معلم معلش عشان سايبها البارك الواحد والبتة أمر بن دهولة متعملش حاجة عد عليك الصور أبت شكرا معي تنواري في أي وقت سلام يا صباح سلام يا صباح والله هتروق بتاح لعيد أهلاً 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 يا ألف خطوة عزيزة يا حبيبتي تفضل إزايك يا حجة وإزاي صحاتك رضا الحمد لله أهماش يا بنت هو إزاي كريمة الحمد لله على سلامتها مبروك مجلة الله يبارش فيك يا حبيبتي أقبال ما نفرح لك يا رب ويكون قريب إن شاء الله إن شاء الله سميته إيه؟ حازم يا حبيبتي حلوة قوي ما شاء الله عشت يا حبيبتي مش عايزة أخدك وأنت جاية تباركي ليه؟ كفى الله الشر إلا حاسر وحياتك يا بنتي من ساعة ما جالها الطلق وهي مدوخانا ومغلبانا والدكتورة كمان خوفتنا عليها لحد ما بقينا نقول يا رب هي بس تقوم بالسلامة وربنا يعوض عليها هم يعني اللي خلفوا خدوا إيه؟ بس الحمد لله ربنا سطرها بس بعد إيه؟ بعد ما شيبتنا والله ما عندي علم أعرف يا بنتي انت صاحبة واجبت العمر أما قم بأن دهالك لحسن دي طول الليل والوضم صحيها هلأ صرخة واحدة يعني عليها حالتها كرب خالص ربنا معاها نستيني أجبلك مغاد ولا تستني الغداء؟ لا غداء إيه؟ أنا هشوف كريمة وأمشي على طول طبعا إذنك سواني واجب هالك واجب جريمة سمر بر والله إفجت استني انت هتخليها تشوف الواد ولا إيه؟ يعني هي مش فهمة أكيد طبعا هتشوف الواد يا بنتي يا حبيبتي انت عارفة إن دي ما لاشفر خلفة وانت لسه نفسة طب ومالي الكلام ده ومال إنها ههوريها الواد انت عارفة بقى لها سنين متجاوزة وما خلفش وحدة تشعتف على حت تعاية أما تشوفك في الحالة دي وانت أول ما تجاوزت خلفتي تبقى عاملة إزاي؟ والحسد موجود في البنقات مين؟ ومش بإيدها يا حبيبة قلب مش بإيدها لا لا يا طاني سمر تحسيت لنا سمر طول عمرات هيبقى وتحبي لي الخير هقولك إيه اسماعي اللي بقى أولهولك تعالي طلعي معايا واسيبي الواد نايمة أنا قلت لها دانان يلا طلعي معايا قوم سمورة حبيبتي 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 الحمدلله على سلامتك مبروك على حزوم الله يخليك يا حبيبتي مبروك يا حبيبتي ألف مبروك الله يخليك يا حبيبتي إيه مش هشوفه؟ أصلي الوادي حبي تعاني نازل وعنده الصفرة وهو نيم دلوقت تحت اللمبة اليوم حسب ما أمر الدكتور يا حبيبتي طب استأذن إنا بقى راحة فيني يا سمرو وانت الحقيقة تتقعودي معايا راحة فين؟ لا معلش يا حبيبتي أصلي تعبانة شوية سلامتك مالك مفيش مفيش شوية مغص ألف سلام عليك يا سمروك خدي يا حبيبتي خدي نقطتك رب نحليك يا حبيبتي رب نحليك يا حبيبتي مع ألف سلام يا حبيبتي نورت وأنت مع ألف سلام يعني لازميته إيه دا بقى يطعمت لقى الواجح حسب بحيدة وهتاخد على خاطرها منك ها يفعل وضن الحاسة دي حبيبتي كنت تتكفت كنت تتكفت نورت نورت بحيدة بحيدة نورت بحيدة وتتكفت متخدش من حد حاجة بتبت الشبس جاير يا ابن الكلب ياوه انت عارف ان انا باشرب ياوه بس انا باشرب خفافني ورد الشبس جاير قدامي والله عنا بحضر مقالجة الخيبة طب على الله باش مقبت الشبس جاير ولا شانيها ولا حتى شاينة خلاص كبيرت انا بقيت بزي الشبس جاير قدام ابوك ده انت قد كنت حتة لحمة حمرة مجسواش تعارف اول ما اتولادت انا كراسك قد اللمونة بكاتر جريك عاملة زي صوابع رجل الصغير او الله اقعدت بأصرف عليك وكبرك واملك لحم لغاية دلوقتي والاخر باب بيتشرب سجاير طيب بص يا حبيب نعم انا امي اتفقنا اننا هنخش جامعية انت امك ايه انا امي اتفقنا اننا هنخش جامعية انت امك بتتفق عليها يا بص معنا بص دماغك طيب واللي هنقبضه هنجبني مكان التصوير وانا عايزك تشتريك معانا في الجامعية دي تمام وبإذن الله الماكنا لو اشتغلت ودارت كده هتباشبش علينا كلنا وتبقى كده معلم وقعده قدام وما كانت ابنك المعلم معلم طب انا معلم اهل غزبن عنك وعن ابوه اخلص ايه نظامها الجامعية دي يعني ايه يعني انفع عبادها احنا الاول يعني يا بارك اسمعي الماكنا دي احنا هنقبضها الجامعية دي احنا هنقبضها ماكنا مش فلوس انا بقى بحب شكاية الجامعات الماكنا دي بحب جامعات الفلوس ممكن بقى تسمعني والنبي ياابا ياابا والنبي ياابا انا نفسي كده اشوفك شوفك انت وامني رأسكوا برأس اجدع كبير في المنطقة دي والمكان ياابا هي اللي هتكبرنا اه هي اللي هتكبرنا اه طيب بتعايز مني كان في اليوم اللي تجيب واحد عشرة جنيه مثلا خد خد يالم امسك هاريجني من الصب عم تتكلم صبع عشان عشرة جنيه ده تخيه بقى طب اعتبر ان انت قبضت العشرة جنيه بتاع النهارت انت بقديني عشرة جنيه بكرة تدوم لك عشرين على بعضها شوف الهات بابو الصين ازاي تنبح لها فيها يا غدالية كل ده عشرة بتقصى بسجاير يا ابن الكن خد ياابا خد ياابا ما تيجي نطلع المقصة ونفرد الكراسي يخرب بيتك ده انا فرحت قلت اخيرا في حد بيعكسني لو انت موزة اوي سمالر كابركب انت في حد بيبصلك اساسا على فين هروح اقصى للعربية دي وانكاروز شوية واسيكي فخففينه يخرب بيتك قولي اللي هتاخديني استي ما تفرجيني على فيلم ولا هتأكليني في مطعم اوه احجزلك في فندق بقى مرة وشي اللي وهو كتير مع جونك المعفن ها موزة ليس صحيح عربية منجي بيت زبونة ركنة في الجامعة بس هتطول مع ودي دا اه ياختي والنبي بس بلاشت ااخديني حتة بعيدة لحظة ان انا لابسة شابش لا ما تيلاقيش مش هتنزلوا العربية ما احدش هيشوفك طب يلا بينا خديني النادي نادي؟ بلدي قوي وبيئة شوفيني ان اتدرك شمس مع البيت دي بس تكون ماركة ماشي يا اختش اخيرا انا ضدت امعلمك يا رجل دا انا كلمتك تعمية مرة وبعدتلك متع عشر مرسيل ماينفحش يعني كل ما يطلب فلوس توقع عالبي كده لا انت الحق ان لا فاخد البضوع زي القطر بس تيجي تدفع عن نبسيتك بتتعب الفين جنيه يا ابا هونت هتنقطني بص يا عم بعد كده توتو على كبوتو معاك فلوس تاخد البضوع انا معاكش ميلزمكش بصراحة اه من عند ظروف برضو عند مسئوليات ماشي يا عم بس وحات ابوك ومعاتلي الفلوس بسرعة السلام رشا نا رياح المكنة دي شوية اشتغل عالتاني سلام عليكم حاضر يا رئيس مخلص سلام عليكم المكنة لو تعبت او اتحرقت حالنا هيوق حاضر انا اسف المكنة صيني حاضر وبعدين يا رشا بالزمة دي رصة يعني دي رصة يعني اي حد هيعدى هيوقع عن ورقة ويتبهد رعوا ربنا في الشغلانة مش هانفع كده مالها بس رئيس محروس مالها تب خذي مني خذي مني طيب الديها محروس طيب ده محروس عايزك في المتيل طيب خذي 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 انت لازمتها ايه تيجي من المكتبة من الاساس يعني قصدك ايه يعني قصدي انت مش شايف نفسك من ساعة ما جيت قاعة تزعق وتشيل وتحط لما حد يشوفك الوقت من بره يقوله ايه ماله مخلص ممرمضة خوف المكتبة ده اللي انت عايز سيوصل لك طيب ما توعد في بيتك معزز مقرر وراتبك ايوصلك اول كل شهر يا عم بزيادة كمال قصد كاعدة البيت وحش قوي يا مخلص بناش توعد في الدين اخر لوحسينة وقعد عالقهو فين صحبك القدانة فين عماد الغول فين ايمان ليسي محمد صابق كل واحد بقى مشغول بدنيته تب ما تنقش وراهم دور يا عم وقعد معاهم متعرف على الناس تانية هو انت بتقولي كده ليه مخلص بقولك تبه عشان انت اخويا عشان انا بحبه عشان انت في مقام ابويا مش عايزك تتبادل احنا ورا نقوم لحظة مراتك وعيالك ومراتي وابويا وامي حملي ما يتلام لو اقلناهم ظلط مش هنلاقح عليهم ما هو ده بقى خليني انزل الشغل يا عم انت بتشغل نامك انت بتشغل نفسك اه والله الكلام كده من الاخر ما تقعد يا عم ورايح نفسك وريحه ربنا يا اخويا رايح بالك يا رب صغف الله العظيم يا رب اجيب لك عناب سائع انا اسبهان انا ههوم اعود مع سائد لاح الله كواتل اللي في ده ربنا اهديك يا مخص ما تكمل يا ست تشيل البتاع دي ما تكمليها انتوا حجللونا ولا ايه ما تروح بقى يا محروصة وانت كل يوم والتاني ترجع لنا بالغم اللي انت فيه ده صدق يا راجل اخوك ده بيتمنى لك مصيبة عشان يرميك فيها وتغور من وشه تعدلي يا بيت بقى خلينا عرف ادفرلك شعب اه من كلامه الحلو بس ساعات بحس ان الحلو ده مليان سيمة يبقى بدعيلي وحس انه بدع علي يقول لي بتاعي انت وحس انه بقول لي مش عايز اشوف وشك ويقول زاد وغطى حكاية التشيكات اللي بعتها فضل اخويا دي فضل صاحب المال نفسه بيبعت التشيكات على عنواني انا اخدها الده لابويا ياخدها من ايدي ويدها المخلص يصرفها اخو كي ان انا يعني هسرع الفلوس دي لا يا حبيبي يدمع اخوك بس انت اللي مش عايز تفهم ده من الناحية دي ما تخفلش ابويا كاتب كل حاجة باسمه هو ماذا مخلص بها لعب في دماغهم خلاهم يكتبها له جعوة شرق يا ده ويه دي تبقى نصيب لا بس ابويا ما عملش كده خصوصا يعني انا مخلص ما بيخلفش الله اما هيموت على الخلفة ليه قفلت الجاكتة ورين يا بيت انت بتوادي الزبايل فيه بتاكله ولا بترميه ليه القرف ده عزب يا بيت دخلتي عالجلده الله يخرب بيت ابوك يا بيت ضفر كبر قوي وبعدين بطل دلع بقى يعني هو كبر لوحده مش انت اللي سبتيه لما كبر يا بيت بيت سميه سميه مش عايز اقصه سميه يا بيت عالشربات يا بيت وانا اللي بتهدي حلي في الخياطة الله الله يرحم امك كانت نسمة ويا بتقص دوافري بحس انها بتعزف بيانو كده عضوافري تم وطرح تتجاوز يا اخوي وتجيب لنا واحدة تقصي لك دوافرك وبالمرة تعزفلنا شوية بيانو كده وتغيصنا الوضع دي الحديدة ده كيفني اقوي في الخناقة دخل عليها لزي الاسد بس بالامانة واد راجل الصراحة هو راجل راجل طب قصي يا رعومك اه كان نفسي بقى لي عايل زي ده البيت اللي مفهوز صايع حق وضايع صايع ايه بس ده مؤدب قوي ياب طب قصي يا اختي قصي طب ما تعرض عليه جي يشتغل معاك في المكتبة ودف تكره هو حيوافق اللي زي ده عايز يبقى معلم صاحب مكان العيال تيد مخها متكلفة محدش يسوقها ابدا هو اللي عاوز يسوق افهمي بقى يا جحشة طب وليه جحشة طيب وليه الغلط ده ده انت صابع رجلك في ايدي لأ كنا انت اصدحت ام ايه رأيك يا بيت انا هاعرض عليه شريكنا بالمجهود فكرة والوهد ده كفاءة يسد في اي حاجة كفاءة طب يلا رحامك وصي خلاص يابا رجلك خلص يلا قوم لبس وصرا قولها قادل قبل ما يقفل الورشة انت بيت حمه ماشي قوم نحضريني للطقم اللي هو ماشي خبر الله بيت اواملكو دك يا بيت عابلة طلقت لي لسه ماشي يا عزي لسه كنت عكوزك كتغرخبة اللي تتشكي طب يبيع جرابيه بمكاني يا رأي ليه كده بس يا عم سنة يا رأي الجرابية أنا شافهمك خمسان بارح بالليل يا عم سنة انت كده هتسلاح لي في المكان طب تلكم دي بقى دي بkeepers وخامسا وثلاثين جيره علشان، خاطف إفراعونك بس يا عمسوني كلم كلم ههله علشان آخدها علشان المادا devam طالس يا عمسوني اللي تدفعه للدفعه ايه يا عمسوني دي آخر موديل قد قد. لهم عشرني دا هم ماشي همسونا صباح يا من عمسوني طرعف فن ن ماشي الجلبية الجلبية المين يا بني المادا المادا ماتت من زمان يا بني ماشي همسوني يا عزم حبيبي. برحمك يا حاجة. برحمك. بس كان يا باطل. سلام عليك. زك يا حبيبي. زك يا حاجة. انا عمك حافظ السني صاحب المكتبة اللي برا دي. ازاي بس الحاجة ده انت خانيها. تفاضل حاجة. تفاضل يا الرحمن الرحيم. تفاضل حاجة. تفاضل يا حبيبي زك يا حاجة. انا ما دخلتش الورشة دي من اقام الوالد الله ارحمه. الله ارحمه يا حاجة. كان اعز اصدقائي. الله ارحمه. الله ارحمه. امرنا يا حاجة. لامر الله يا ابني. انا هايز اعمل باب حديد للمكتبة بتاعتي. انت عارف اللي يام دي مش مضمونة. عين يا حاجة. انا بكرا ان شاء الله انزل ارفع المأسات واقولك الليلة دي كلها تتكلف كاب. قولي بس الباب ده انت عايزه كم متر. والله يا ابني ما اعرف. بس انا عايش انا وبنتي الوحيدة لوحدنا. على باب الله كده. لا يا حاجة عيني. انا انا امورنا. بص لو جيت بكرا المكتبة وملقتنيش بنتي شادية موجودة. اول ما تشوفها هتعرفها. بتتسير امر شبهي بالزبط. واحنا اينا. وطبخة بقى ما اقولكش. حاضر يا حاجة. امسك يا ابن. الخمسمائة جنو دول قرية فتح عربون لحد ما نخلص الماضي. خليهم معك بس يا حاجة نخلص المصلحة ان شاء الله ونبقى نتحس. يا ابن امسك دول ربط كلام لحد ما نكتبك لحد ما نركب الباق. يا حاجة بس خليهم معك اسمع كلمة خليهم معك. ايش. يا ابن سلام عليكم يا ابن. يا ابن الليل دخل علينا. اختك صباحة تفدحنا. لا وانا معيش رخص ربنا يسطل. طب وصاحبة العربية. لا بقولك هتطول في الجامعة عدم على الود بتاعها. عالي بقى. طب يلا بينا. الحياة. يا ابنة. فينها رجرق. لا يموشك فقر.